سبحان الله انتم اخوتي كما تشوفوا هذا الوزن سبحان الله تسمعوا سبحان الله هذا شيء خيال اخوتي واحد الله اللي خيال تبارك الله كيف تزد اخوتي والله اللي كنتزد ربما سيصل الفيضة واحد شوية يقدر يوصل الفيضة كيف تزد اللهم وبارك اجواء ممتعة خاصة هذا الوزن اذا ما سوف نقول لكم السيون في كل مكان هذا الوزن رائع جدا السلام وعليكم اصدقائي كنت توجدوا في الوزن 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 جينا لنصوره لكم فيضان ونقشه لكم فيضان ونشاركه معكم هذا الوزن رائع جدا حاليا كنت توجدوا وسط الوزن وعندنا القنطرة دي الامواتة اذا كما شفتوا الفيديو دي الوزن دي الوزن دي الوزن دي الوزن دي الوزن سوف نشاركه معكم وممكن نشوفها صفر عادية ممكن يرجع من جديد وش ممكن لا عليكم واتبعد الفيديو من البداية التنهاية اشتركوا في القناة تفعل الجراش لكي وصلكم ساعدونا لكي وصلوا إلى القناة خمسمياتك ويريدون أن نوصلوا إلى نصف مليون يلا كنت اشتركوا اخوتي وانا عادي لمشاهدين الذين يشاهدون الفيديو كنت اشتركوا أبو لي قلوصلوا إلى نصف مليون فرجة ممتعة انا بداوليكم على بركة الله هذا واد جليم وادر هنا جفه السيول وهذه البلاسة كلها كان فيه السيول من هنا عندكم من هنا تقريبا تلهي وانتمنى هذا الأمطر غزيرة تضحطي نفع خاص في بلادنا لكي يكونوا واقعين تبارك الله تبارك الله تبارك الله انا حاليا وصل الواد كما تشوفوا عندنا القنطرة من هنا وعندنا القنطرة من هنا كبيرة اللهم بارك وهذه الطريقة يصورها بجال إححان ويبلاصة المهم الهدف هو أن نشتور لكم هذا الفياضان كما تشوفوه اللهم بارك واد تبارك الله أمطار غزيرة خاصة في المغرب اكتشفنا فياضان في ورزازال اكتشفنا عاصفة رعدية في زاقورا الراشدية بزاف ديال المدن في المغرب اكتشفنا فيهم عاصفة رعدية والنسبة النواحي الأقادير تهو شفنا فيه عاصفة رعدية البرح باش نكون لاضحة هاتشتاء وهذه العاصفة رعدية النواحي ديال أقادير من نسبة مدينة أقادير أورير أنزاف هات المناطق كلهم كانوا سالمين من عاصفة رعدية ولكن طريق ديال صورة كان فيها عاصفة رعدية ما هو السبب يرتفع درجة الحرارة كما قلنا من اللي كتوصل درجة الحرارة خمسة وربعين ستة وربعين خمسين درجة كتكون عاصفة رعدية وهذا العام اللهم بارك اكتشفنا الشهر ثمانية فيه عاصفة رعدية والشهر تسعود عاصفة رعدية وانتمنى ومن شهر ثمانية ان شاء الله نكتشفو أصفة رعدية ان شاء الله بحولي الله هذا هو مكناتين الواد هل يتموا هذه الملأس كلها كان فيها الواد هذا اضفت الزائد من هنا كان فيه شهر ثمانية انظروا اذا احنا كل الآد يكون مشهد لكن باللقت شاركة معكم ما افضل ان شاء الله هذا خيالي اه يرتفع درجة الحرارة شوية كيرا شوية الرطوبة ولكن عادي ومهم هو نصور لكم الويد اذا هذا العاصفة الرعدية خاصة اللي هجمت على المدن المغربية اذا ما ثبتش الخسائر ولكن اكتشفنا بعض الخسائر خاصة المنازيل في ورزازات ورزازات اه بعد المنازل يلا الامبنين باللوح والطراب والمسائيل ومن اللي يطاحوا سبب عاصفة رعدية مجهدة اما النسبة مدينة ورزازات ما كنش الخسائر الحمدلله والنسبة زاقورة اكتشفنا واحد شخص اه دار واحد الفيديو كي عم في الواد حاداري ثم حاداري من الواد حي هذا الواد ممكن يتزاد اي لحظة دبا متالا انا كنت وجه وسط الواد ولكن ممكن هذا الواد يفاجأني اي لحظة دبا انقول لنا لا اشتاع مكيناش وكيناش شمش ولكن الواد ممكن يجي من بعيد بين كولوميترات ربما ثلاثين كولوميتر عشرين كولوميتر ممكن يجي الواد ويهاجم والقانونة وسط الواد دائما ان يكون حادر ماشي تكون سخونة وارطفة ع درجة الحرارة وتشوف انت الواد تبغي تعوم حاداري ثم حاداري حي هذا الواد ممكن هاجم الواد ممكن هاداك الواد يتزاد ممكن تزلق ممكن بزاف ممكن تخنق ممكن بزاف دي اللي حويش إذا دائما العقل السليم في الجسم السليم وردوا بالكم الله رحمة لكم والدي ردوا بالكم حتى نشوف بعض الناس يغمروا في الواد كلهم يمشي صورة كل واحدة شنو كي يدير؟ لا تشوفوا شبه يزاف هو بيزاف في الشكل اه بيزاف هو بشكل إذا كما كتشوفوا اللهم مبارك هاد الواد يموتر وان شاء الله كنوعدكم اللي غدي تكون عاصفة عادية من جديد والفايضان هنجي ونصوره وربما تأودي الأغرطة هنصوره ان شاء الله هذا الواد عجبني تبارك الله الميسحة ديالو كبيرة كيف فكرني ودي القلميم في الصحراء مغربية ودي القلميم شبه هذا الواد لكي نكونوا واقعين شوفوا تبارك الله نشوف لكم هذا البلاصة اللي فيها شوية الفايضان شوية الشراحة كما كتشوفوا اللهم مبارك علاش هاد الشراحة بقي كين بعد السيون في بعض البلايس لكي نكونوا واقعين شوفوا تبارك الله اللح في ذاك اللح في ذاك اخويا شكرا اللح في ذاك كما قلنا أمطار غزيرة اللي دست البرح وحطط هذا الفايضان خاص في هذا المكان رائع جدا هذا واد ديال اقادير مبعدش على مدينة اقادير ولكن هاد الواد كي يكون حامل من اللي غدي يجي يكون حامل كي يكون صعب ربما يشد من هادك اكتجاه وتل هنا وهاد الواد خاطر كي يجب الفايضان بززاف وهاد الواد عنده واحد دعم بزاف هاد جبولة سوف ندري لكم ان شاء الله من اللي تكون على صفة رادية سبحان الله ها انتم اخوتي كما تشوفوا هذا الواد سبحان الله كتسبعوا سبحان الله هاد شي خيال اخوتي واحد اللي خيال تبارك الله كي تزاد اخوتي ولا لك تزاد ربما هاد يوصل الفايضان يقدر واحد شوية يقدر يوصل الفايضان كي تزاد اللهم وبارك اجواء ممتعة خاصة في هذا الواد اذا هاش قد نقول لكم السيون في كل مكان هاد الواد رائع جدا هاد الواد ممتع طعم بزافنا سيزلق لكم والله اليك اقلب عليها حي الطرف دينا هناك تزلقها صعبة جدا و بزاف نفس السبرزيلة هاا انتمنى بزاف ممتع حيث التشخدمة ماشي سهل كل شي فيه المشاكل هاد عادي ولكن توا فيه المشاكل اتفارك الله اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كانت توجده وسط القندرة تبارك الله ها السيول من هنا والسيول من هنا حيث نرى تبارك الله والفياضان كما ترون حاليا نضحت القندرة اللهم مبارك جئنا لنصوروا لكم هذا المكان هنا نجمع فيه الوقت هنا يوجد ونحن هنا ونحن يمكنك توقف هنا ونزلق مثلا في الزفن ونزلق يقول الوعد لا يزلق ونزلق يجب أن يزلق ونزلق ونزلق لأن الوعد لا يسهل كما ترون ونزلق 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 ونجمع هذا الوض صعب جدا لكي نكون واضحة شبه الوض القرمين في الصحراء المغربية أشترك لكم على حسب الحجر وطريقة بحل الصحراء المغربية بحل الوض القرمين ولكن هنا فيها بعد الربع في شكل ايضا بعد الشجاري في شكل ايضا بحل الصحراء المغربية وفي نفس الوقت هذا الوض ليس سهل صعب جدا وممكن هذا الوض نصوره من روقرة ونصوره إن شاء الله ابدأ الشهر عشرية لكي نصور الوض في الشهر عشر نصوره وفي الشهر عشر نصوره وفي عشر 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 ان شاء الله هذا الشيء مغيقه الله يعلم هذا الشيء هذا الشيء الذي نحن كل الفيضان رغض نصوره إن شاء الله بحول الله اذا اجواء رائعة جدا صراحة من احساس لا يوصف اليوم عندي العيد بزعب من يشوف الفيضان على الوجه صعب جدا يكون فرحان بحل تيتيز يكون جوجه مرة فرحان إما يتلقى مع تيتيزة جديدة يكون فرحان ولا يتلقى مع الوض يكون فرحان هذا هو الحب كما تشوفوا الله مباركة جوا خيالي في هذا الواد وانتمنى الاعجاب لكم والاشتراك في القناة واشتراك في القناة واشتراك في الجميع الجديد الفيضان تبارك الله هذا هو ود أجواء أجواء ممتعة أجواء أجواء رائعة جدا في هذا الواد نتمنى الاعجاب لكم وانتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الشراش باش يوصلكم كلها جديد أجواء أجواء المغرب ترجمة نانسي قنقر